السلام عليكم ورحمة الله تحية كبيرة لكم بدأ محاكمة أربع سوريين متهمين بقتل زميلهم في ألمانيا بدأت محكمة مدينة زاربولينغ الألمانية محاكمة أربع متهمين سوريين تتراوح عمرهم بين 1632 و 42 عاما بتهمة القتل الجمع للشخص سوري بلو بن عمر 37 عاما في مدينة برمز فايلر بولاد زارلاند تعود الحادثة إلى مارس 2024 عندما تم الأسورة على جسد الضحي تعود الحادثة إلى مارس 2024 عندما تم الأسور على جسد الضحي محمد في جقته التي يقتنها العمال بعد أن قامت ملكة العقار باكتشاف الجريمة وتفيد لأحد الاتهام بأن جنات قاموا بربط الضحية باستخدام أشري طلاصقة وكابلات قبل أن يعتدوا عليه بشكل وحشي بالضرب حتى لقي حتوى واختناقها في يوم افتتاح المحاكمة حضر أكثر من 30 من أفراد عائلة وأصدقاء الضحية حاملين صورته على غمصانهم وقد رفضت السلطات إجراءات أمنية مشددة ولكن الجلسة صارت بسلام تشير التحقيقات إلى أن الجريمة تم التخطيط لها مسبقا حيث قام المتهمون بشراء كحوله ووجبات خفيفة للضحية مدعين أنهم سيقومون حفلة برفقته ثم انقلبت الأحداث بشكل مأساوي عندما جرى تأخيض الضحية وتعزي